مهدي المشاط يصدر توجيهاتٍ صارمةً لحكومة صنعاء لضمان رمضان كريم لكافة المواطنين قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط على أمن الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي وفي باب المندب لجميع السفن باستثناء السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والسفن الأمريكية والبريطانية بعد عدوانها على اليمن ودع المشاط في خطابٍ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية لما لها من تأثيرٍ وفاعليةٍ على أعداء الأمة وعلى الصعيد المحلي وجه مهدي المشاط الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء بضبط الحالة التموينية وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين والنزول الميداني الفعال لمراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولاتٍ للتلاعب بالأسعار كما وجه الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء والمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ تلك المهمة بما يحفظ للتجار حقوقهم وحماية المواطنين من جشع بعض التجار فضلاً وليس أمراً لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها ترجمة نانسي قنقر